السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مروة من مطبخ مروة النهار ده هنعمل مع بعض روتين جديد ويوم جديد ان شاء الله يوم سعيد علينا وعليكم يا رب. اول حاجة هنا عندي فريخ دي اتنقعها من بالليل. دولت يعني فرخة متقطعة 8 قطع. هنعمل منها فريخ كنتاكي وفرخة التانية. انا دول اربع صدور يعني فرخة. الاربع صدور دول انا عام لهم بني. هم كيلو بني بالضبط. كيلو صدور مقرية بني. يبقى عندي يعتبر فرختين. فرخة بني. اه كيلو صدور بني. وفرخة متقطعة 8 قطع. زي ما انتوا شايفين كده كنت نقعها في ملح وقل ودقي ولمون من بالليل. وهغسلها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. ونبتدي بقى ايه نغسلها كويس. وبعدين كبان هسيبها تحت المية الجارية شوية يعني. وبعدين هصفيها ونبتدي نبدأ اليوم ونشوفها نعمل اكل النهاردة. يوم حلو جدا. في حاجات كتيرة هتعجبكم. يلا بينا هنبتدي اليوم. حاجات كتيرة دايقتني يعني وحصلت كده موقف دايقتني في اليوم دوت. وكمان الفيديو دوت على فكرة قديم جدا. كان عندي وانا مكنتش عايزة نزله خلص. بصوا دي التدبيلة اللي هنتبل بها الكنتاكي بتاعنا. دي كانت في الفليزر. كنت انا عاملة كمية يعني وشلت منها في الفليزر. فقلت بقى ابدا الولاد عايزيني ياكلوها وكده. هطلحة النهاردة احنا دلوقتي الساعة سبعة الصبح. فانا هسيبلت الفراخ فيها يعني حوالي تسع ساعات كده بس لغاية الغدا. آآ انما هي طبعا يفضل ان هي اتبات من بالليل افضل او يعدي عليها اربعة وعشرين ساعة بتبقى افضل بكتير. بس لو زي كده يعني الولاد طلبين منكم وانتم ما كنتوش عاملين حسابكم فعايدي اعملوها زي ما انا عملتها كده. انا سبتها لما فكت خلص طبعا والفراخ غسلناها كويس جدا وتصفت خالص خالص. آآ وهبتجي بقى اجيب ايه قطع الفراخ اللي عندي واعمل لها كده فتحات آآ في كل حتة علشان تشرب من التدبيلة كويس جدا. الوصفة دي بتاعة الكنتاجي بجد رهيبة رهيبة يعني جميلة جدا جدا. وطعمها حلوة اوي يعني تاكلوها احلى من اللي بتاكلوها من برة يعني اوي يعني بجد بجد مش هتفرقها عن بتاعت برة بس تجيها طبعا زيادة عليها النظافة والجودة وكل حاجة. زي ما انت شايفين كده فتحتها كلها وحطتها في التدبيلة. آآ طبعا الفيديو دوت قديم زي ما قلت لكم آآ فانا ما كنتش هنزله وهاقول لكم ليه ما كنتش هنزله بس ايه اما يجي بوقت الحتة يعني. خلاص كده اللي بتاعة في التدبيلة كويس جدا وغطتها هشيلها في التلاجة بقى وبتيجي يكمل بقية اليوم بتاعي جاعة القطع بتاعة البنية طبعا غاصلنا. هبتيجي اخدها كده وهفرومها في الكب عندي لغاية لما تبقى مفرومة يعني زي اللحمة هي القطع كده زي ما انتش شايفين هفرومها وبعد ما فرومها هبتيجي احط عليها بقى الحاجات بتاعتي عشان نعمل النهاردة بورجر شايفين كده فرمت الفريخ وجما جيت افروم الجزء التاني حطيت عليه حب من الزعتر والروز ميري وفرمتهم مع عشان يتفرموا يعني عشان انتم عارفين انهم بقى زي الورق كده شوية. وهنا بقى التوابل بتاعتي عبارة عن ايه? بتاعتي عبارة عن ايه? عندي هنا نص معلية ارفة ومعلقة صغيرة فلفل اصمر معلقة صغيرة ملح معلقة صغيرة بهارات فريغ معلقة صغيرة كزبرة نشفة ربع معلقة صغيرة جنزبيل ورشة حبهن ومعلقة كبيرة هرمية مليانة كده نيشا ومعلقة ثلاث معالق آآ بقسمات بنية ومعلقة صغيرة بيكنج باودر وآآ من نص معلقة كب بصيني ومعلقة توم باودر ومعلقة باصة الباودر. وعندي هنا اخد معلقة نصوص الباربيكيو وهاخد آآ بضوية. طبعا تقدر تستغني نصوص الباربيكيو لو انتي مش حبيه وتقدر تحطي بديلو معلقة كاتشب او معلقة صلصة طماط معي دي خلص. دي كل التوابل اللي معينا هنحطها بعد ما فرمنا الفرخ. احنا فرمنا مع الفرخ الرزميري والآآ الزعتر. عشان بيبوا بس نشفين شوية مش باودر يعني عشان يتفرموا معي. واحطي هنا معلقة محلقة صغيرة. وهقلب كل دوت كده مع بعض كويس جدا. طبعا احنا عملنا دوت انا منزل لكم الفيديو بتاعه بالتفصيل آآ على القناة. آآ ممكن تدخلوا تشوفوها. انا هحط لكم لينك البورجر ورينك الفراخ الكنتاكي. عشان لو حابين تدخلوا تشوفوها بالتفصيل. انا هحط كده زي ما انتم شايفين معلقة آآ سوس البربكيو. وهاخلط كل دوت بايدي كويس جدا لغاية لما تبقى عجينة حلوة معي. لازم تعجني بايديك كويس جدا. انتم شايفين كده بتعجنه بايديك كويس جدا. اهم حاجة تسمى بايديك حلوة جدا علشان ما يفكش منك واحنا بنشكله. هنا كنت نسي حط اه حطت معلقة صغيرة بابريكا. واحط برضو معلقة صغيرة كيري واحط معلقة صغيرة كوركم. وخلاص كده. واحجينهم كويس جدا جدا مع بعض. واحجينهم كويس جدا وخلاص عجنيهم مع بعض. هسيبهم بقى في التلاجة يرتاحوا شوية وبعد كده تعالوا نشوف هنعمل فيهم ايه. هغطيهم طبعا زي ما بقول لكم وهسيبهم يرتاحوا شوية. هنا هعمل صوس الجبنة. ده صوس الجبنة الشدر. علشان ايه? هناكله جنب الفراخ الكنتاكي. ما عملناش اي حاجة جنب الفراخ. هعمل بس صوس الجبنة وخلاص كده ما عملتش الصلاة ولا ايه. هنا بقى هعمل ايه? هقول لكم ما اديره احنا شغالين. حطيت الزبدة. كده على النور دي معلقة الزبدة. وبعدين اول ما بتدت تضوب سويني يعني حطيت عليها تدير ان الزبدة ما نسيبهاش وما تتحرقش. اول ما تدير حسيني كده يعني يبتدى يشمع. حطينا عليه كوبية اللبن وهقلب كويس جدا. شلت طبعا الاسباتشل وقلب بالمضرب كويس جدا لغاية لما احسه ابتدى يتقل كده زي البشاميل بس خفيف. حطيت عليه على طول مباشرة الجبنة بتاعتي المبشورة والملح والفلفل. واقلبه كويس جدا وهفضل ايه دي فيه على طول ايه تسبيل احسن يلسع منك من الاعر يعني بتاع الحلة والنور تكون هادية وهفضل اقلب فيه كده على طول لغاية لما الاقي كل الجبنة بتاعتي دي بتوقايم بتاعه بقى كريمي وحلو جدا زي ما انتو شايفينه كده. بصوا طحفة خلاص كده خلصته احطه في علبة بقى فاضية. وايه وهشيله لغاية ما نيجي نعمل نقدم الاكل يعني بتاعنا. طبعا الولاد عايزين ياكلوا الكنتاجة جانبا قيزر وكده يعني فانا ايه? يعني هعمل لهم حابة حاجات كده. الفيديو ده بقول لكم النهاردة جميل جدا في حاجات كتير جدا. هنعمل مخبوزات وهنعمل حاجات كتير مع بعض. بس برضو في حاجات يعني كارسة حصلت وفي حاجات آآ كتير دايقتني. اهو بصوا الصوس جميل جدا هسيبه طبعا مش هغطي غير لما يبرد خالص وبعد كده هبقى غطي تقدر يتحتفز بيه في التلاجة عادي جدا مش يحصل له اي حاجة. الموايين اللي طلعت مني من آآ الحاجات اللي انا عملتها يعني عشان تبقاش الدنيا مكركبة وعندي هنا كبدة. دي كبدة فرقة عادي خلص هبتجي نظفها وحشان هعمل كبدة مع الاكل دوت. دي كده هنظف الكبدة زي من انتم شايفين كده. وطلع التجمعات الدموية اللي هي عاملة زي الخيوت كده بتبقى صودة كده تجمعات دموية في قلب الكبدية. وبخسلها كويس والقلب بنفتحه زي ما انتم معارفين من النص كده ونطلع اي تجمعات دموية فيه. اهو بصوا. اهي. هخلصهم كلهم كده بنفس الطريقة. طبعا انا عملت آآ هتلاقوني عاملة لكل واحد حاجة هو بيحبها يعني احنا عاملين كبدة لينا. وهم عاملين لهم كنتيكي وعملين لهم خبست لهم كمان عيش كايزر وفين وبيتزا. فعملت لهم حاجات كتير جدا بس اخر اليوم يعني كان حاجة وحشة جدا وضيقتني. غسلت الكبدة زي ما انتم شايفين كده بخل. اه شطفتها شطفيتين تحت المية يعني. وهسبها تتصفى. هنا بقى مكان ما انا عملت كل حاجة. غسلت كويس جدا بالصابون ونشفته. وبعد كده اي نخلت دقيقة علشان هبتجي عمل المقبوزات اللي بقول لكم عليها. هنقول مقدرها ايه مع بعض. المقدر بقى بتاعتنا ايه? عندي هنا كيلو دقيق باكت باكت خميرة فورية. يعني معلقة كبيرة ومعلقة كبيرة. وعندي نص معلقة ملح صغيرة وبضاية. اه تلات معلق سكر معلقتين لبن باودر. اه تلات معلق دقيق وعندي كباية لبن قبل الزيادة بقول لكم يعني الحسن نوع دقيق ونص كباية زيت وكباية مية. اول حاجة هعملها هعمل ايه? هجيب معي حالة فادية كده. فيها المية. طبعا كباية المية دي اصغر من كباية اللي احنا حطين فيها الزيت. اصغر حتة بصتوا الفرق. عشان كده هجيب حبة مية تاني. يعني نفس الكباية اللي هتقدري بها الدقيق هي اللي هتقدري بها المية هي اللي هتقدري بها اللبن الزيت كل حاجة. فعشان كده انا هجيب حبة مية تاني. حبة مية صغيرين اهو. وهحط عليهم التلات معالق دقيق. دي هتسمها العجينة اليابانية او اللي احنا كنا منعملها زمان يعني احنا اسيسا بنعملها منزمان جدا اه في العيش بتديه طروة حلوة جدا اه بنعملها في البلد اه اسمها عصيدة يعملوها للعجين علشان يفضل طريق للعيش وكده عشان يفضل طريق او اي مخبوز. دلوقتي هم بيقولوا عليها العجينة اليابانية يعني احنا ستعادة عملناها قبل اليابان. فعشان تبقوا عارفين بس. فكنا بنعمل العجين ديت علشان تدي طروة كده للعيش. فطبعا هما دلوقتي مسمينها العجينة اليابانية ممشيها العجينة اليابانية. بجد بتدي تراور العيش جدا. حلوة قوي. انا عامل لكم الفيديو دوت ان شاء الله تاني لواحده كده مكبوزيت. لان الفيديو دوت هو اللي حصل فيه الكارثة. هو اللي يعني ما كنتش عايزة نزل الفيديو بسببه وما اردتش نزله بقى لي كتير. قعدت ادوب في الضيق والمية لغاية لما ديبوا مع بعض خلص بعدين رفعتهم على النار. وسبتهم بقى لغاية لما يبقوا زي المهلبية كده. عارفيني المهلبية التقيلة شوية ايقبوا زيها كده. عفضل اقلب فيه لغاية لما يدينا قوام زي قوام المهلبية وشفاف خلص. عفضل اقلب فيه ايدك ما تسيبوش لغاية لما يديك القوام اللي انا بقول لك عليه دوت. ما تسيبوش عشان ما يشتش منك من الاعر. ما انتم شايفين كده لغاية لما توصل القوام دوت اللي اتوا شايفين وبصوا القوام دوت اللي انا عايزي خلص كده بعد ما عملتها اتطفيت عليها وسبتها بقى لما تبرد خالص وهبتدي هنا انا غطيته الشهب كيسة كده عشان ما تعملش بس اشرة يكون الكيس ملامس للعجينة نفسها هنا عندي اللبن اللبن يكون دافي حطت عليه تلات معالق السكر وحط عليه كمان بكة الخميرة وهقلبهم كويس جدا مع بعض لب كده الخميرة مع السكر مع اللبن كويس جدا مع بعض وبعد كده ايه احط لهم كده كم علاقة من الدقيق اللي عندي طبعا دي العملية دي بتصرع عملية التخمير قوي وكمان بتزد برضو طراوة للعجين كده بتقبل عجينة بتاعتي اللقمة او الكرواصون او اي حاجة طبعا العجينة دي ينفع نعمل بها بيتزان ينفع نعمل بها فينو قيزة الكرواصون بتي اي حاجة تنفع لاي نوع من انواع مخبوزات تحفى 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 جربوها تعجبكم جدا وانا هعملها لكم في فيديو تاني منفصل ان شاء الله هتعجبكم قوي هاقلبهم كده مع بعض زي ما انتم شايفين وخلاص كده ده بقى خلاص قلبتهم واغطيهم واسبهم في مكان دافي يخمروا لغاية ايه طبعا احنا سايبيني العجينة التانية تبرد هنا بقى عندي الكبدة بعد ما سبتها تصفت اما غسلتها بقل هبتدي اطحها كده آآ قطع صغيرة يعني عشان انا احمرها هعملها كبدة عادية جدا ما فيهاش اي حاجة اطحها بصوا مش محتاجة بلانشة ولا حاجة انا بقطحها ايدي على ايدي كده ما ما بتتهررش ولا اي حاجة زي ما انتم شايفين كده القطعة بقطعتها ما فيهاش اي حاجة عطحها كلها كده بنفس الطريقة الكبدة خلاص كانت الخميرة بتاعتي قمرت هبتدي بقى اعجن العجينة بتاعتي هاجب هنا عندي بقى الدقيق احط عليه الاول المكونات الجفة اللي هو اللبن البودر والبيكنج بودر وزرة الملح يعني هي نص معلقة ملح صغيرة زي ما انتم شايفين كده هحط المكونات الجفة كلها على الدقيق الاول طبعا تقدر تستبدل اللبن بمية او نقدر نستبدله بمية تقدر تستغني عن اللبن البودر او بس كل الحاجات دي بتفرق في الطعم جدا بتخلي طعم الحاجة جميل جدا جدا ودوة الاختلاف ايه دوة الاختلاف اللي بيبقى ايه عن المخبوزات اللي بنشتريها من بره او الحاجات اللي من بره هنا بنقبع حاطين حاجات موزية وحاجات بيزيدي طعم واحلى وكده يعني اللي بنشتريه من بره هنا خلاص حطيت كده قلبت البيكنج بودر مع الملح مع اللادي ايه وحطيت عليهم الخميرة بتاعتي طبعا هناخد اللي في الطبق دوت بس هجيب حبة مية بس ايه عشان هنزلهم بيهم وهحط البضاية واحط هنا معلقة جبيرة من الخل الخل طبعا بيجي تراوة آآ حلوة جدا جدا للعجينة لأ حتى الكيكات الخل بيجي تراوة حلوة للكيكة يعني عشيل طبعا الحاجات ديت وهبتجي اعجن العجينة بتاعتي كويس جدا اه نزلت كل اللي كان في الطبق يعني او تفكروا ان انا هسيب وهبتجي عجن العجينة كويس جدا جدا انا حطيت زي ما انتم شفتوا كباية لبن وهحطوا صدع كباية مية كيلو دي بياخد كبايتين آآ مية او لبن انت طبعا عايزة تحطي اللي اتنين لبن حطي عايزة تحطي اللي اتنين مية حطي زي ما تحبي بس طبعا لو حطيت نص ونص افضل بكتير هفضل بقى عجن فيها كده زي ما انتم شايفينها تلمت جيت العصيدة او العجينة اليابانية اللي احنا عملناها بالدقيق والمية بردت خلص حطيتها عليها بقى وابتديت عجن كويس جدا لغاية لما العجينة كلها تلمت وهنحط نص كباية الزيت اخر حاجة هلمي بيها العجينة خلص كده عجنتها كويس ولمتها بالزيت هنا مطرح ما انا كنت آآ يعني بنخل الدقيق بقى ومطرح ما حطيت وعجنت جبت حبة خل كده ومساحت الرخيمة بمنازيل مطبخ طبعا احنا كنا غسلين الرخيمة كويس جدا بالصابون والليفة وخلينا زي الفل بس انا بحب بدلها عجن عليها حتى لو غسلها بالصابون لازم اعقمها بخلي زي ما انتو شايفين كده لازم عقميها بخلي لازم 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 حتى لو غسلتها بمية وصابون انا بعمل كده على طول ويعني ياريت كلنا نعمل كده انا بعد ما يعقمتها بالخلي جبت منزيل نيشف تاني ومساحت بالرخيمة وهنزل بقى بالعجينة بتاعتي وبتدي عجينها كويس جدا مدة ما تقلش عن عشر دقايق عشان تديكي نتيجة كويسة جدا انزل في العجينة على طول كده على الرخيمة بتاعتي وهبتدي عجينة عجن كويس جدا ما يقلش عن عشر دقايق زي ما قلتلكم وتكون العجينة بتلزق ما تكونش ناشفة لازم تكون بتلزق شوية بس في نفس الوقت لما بمسكها في ايجي بتطلع من ايجي بسهولة وده شكلها اغطتها طبعا بكيس بلاستيك وفوت نظيفة وسبتها في مكان ده في تخي اخمار بقى وهنا عندي البورجر اللي احنا سبناه في التلاجة عملناه عندي هنا ده غطى برطمون عايزي خالص ما فيوش اي حية احط له بس كده مقطتين زيت وهدي احطه على الكيسة يعني ده كيسة اللي جا فتحته واحط عليه بس مقطتين زيت كده واحط عليه غطى البرطمون لو عندك الكباس او البصومة بتاعة البورجر اعملي بها عادي جدا هاخد بقى كطعة كده من البورجر بتاعنا وهبتيجي سكنها في الغطى ده وطبعا حطيني الكيسة وهبتيجي سكنها زي ما انتم شايفين كده عشان نعمل بيها لقراس بتاعة البورجر هشكلها كويس جدا بيها بصو بقى شكلها هدي بقى شكلها طحفة جدا هعملهم بقى كلهم كده كده بسكنها كويس جدا في سواء بقى في المكبس بتاع البورجر او الغطى زي ما انتم شايفين كده هبطل اسكنها كويس لغاية لما احسها خلاص تساوت وهبتدي اقلب الكيس كده وهبتدي ايه سويها برضو بيه كويس جدا طبعا تعمليها السمك اللي انت عايزة خفيفة عايزة تخينة زي ما انت حب انا عمليها وسط اهو زي ما انتم شايفين كده وهقلبها بتطلع بمنتهى السهولة اهضاة الحجم اللي انا عايزيها بصوا الارتفاع بتاها حلو جدا انا هكملهم كلهم بنفس الطريقة ورصوهم في الاتباقة كده خلصتهم كلهم زي ما انتم شايفين اهو طلعوا معي اه ستة وستة اتنشر اه طلعوا اه ستاشر قطعة اه بورجر بصوا حطيت بين كل واحدة كل طبقة او طبقة كيس بلاستيك وعشان هشيلهم فلفل لازر انا مش هعملهم انا هشيلهم بقى الزنقيت او كده او كان سندوتشات للمدارس يعني وكده هغلفهم بالستريتش راب زي ما انتم شايفين كده وحطهم فلفل لازر اللي محتاجهم هنا بقى عندي فلفل اه ده فلفل رومي طبعا تحب تحطي فلفل حامي حطي زي ما انت حبه هقطعه كده زي ما انتم شايفين انا غسلته طبعا كويس جدا وهقطع انا غطعه صغير علشان هعمل بيق الكبدة هقطعه كده هقطعته بقى وجهزته خلاص هنجي هنا بقى غسلته الرخيمة طبعا تاني زي ما انتم شفتوا عقمتها بخل وعنجي الحجينة كناس خلاص خمرت هبتجي هبط التخمير بتاعها كده وهبتجي هقطعها كور زي يعني حجم اللمونة كده اللمونة كبيرة شوية يعني حجم البرتقونية البلدي هبتجي قطعها كده زي ما انتم شايفين علشان انا هعمل منها كزا حيجة انا مش هقطع كل العجينة انا هقطع جزء منها بس هعمل منها كروسون وهعمل منها آآ بيتزا وهعمل منها حاجات كتير اول حاجة هنا عملت قيزر آآ زي ما هو كده متكور آآ وحطيته في السنية وبطت التبتيتة بسيطة بايدي بس مش عارفة وهو ما جيش ولا جي مش عارفة صراحة هنشوف دلوقتي هنا هاخد اول واحدة تقريبا لا لسه ما عملتوش هاخد اول واحدة عملتها وهبطتها كده تبتيتة وهبتجي افردها علشان هعمل منها اول حاجة الكروسون او الملتو او البتي اي حاجة من دي تنفع بالعجينة دي او بالطريقة اللي احنا هنعمل بها دي اهبصوا زي ما انتم شايفين كده هبتجي افردها حطي كمية من الديق كويسة على الرخيمة علشان ما تقلقش خلص الديدة كله هيتنفض عايدي خلص افردها كويس كده انا عايزة تتفرد زي الادايرة يعني وعندي طبعا زبدة يعني بدرجة حرارة الماكين يعني تكون اا مش جامدة وما تكونش سايحة زي الزيت لأ تكون اا زبدة لينة او زي ما انتم شايفين كده فردت العينة كويس اهي طبعا لما بنصحى بدري بنقدر نعمل كزا حاجة في اليوم لما بنصحى متأخر اليوم بيضيع كده ومنعملش في اي حاجة رشد رشد دي كويسة جدا كده على الطبق وخدت الواحدة من البصة الصمك بتاعها هو ده الارتفاع اللي انا عايزين اا وخدت واحدة من احنا فردناها دي وحطيتها في الطبق اللي فيه دقيق زي ما انتم شايفين كده حطينا ليه طبقة من الدقيق علشان لو حطناها مباشرة للطبق لما هنسيبها هنيجن تنزلها من الطبق هنلاقيها لزقة في قلب الطبق فمش عين فعلا طبعا اول واحدة عملنا احنا فردنا واحدة تانية زي ما انتم شايفين اول واحدة عملناها بقى نبتيجي ندهنها زبدة بين كل واحدة وواحدة هنعمل طبقة كده من الزبدة لازم ندهنها كويس جدا من الزبدة زي ما قلت لكم الزبدة يعني يكون آآ لينة آآ او يعني مش جامدة اهم حاجة ما تكونش جادة جامدة تقدر تدهنيها بسهولة في الفطيرة او العجينة بتاعتك اخد التانية احطها عليها نحاول نخليهم كلهم نفس المقاس وهكزا بقى دهنها برضو دهنة زبدة وكل واحدة هنعملها ندهنها دهنة زبدة زي ما انتم شايفين كده اه بصوا الزبدة مش سايحة ومش جامدة آآ هادهنهم كلهم كده كل واحدة هعملها هحط فوقها التانية هدهنها طبقة وحط فوقها التانية اللي احنا هنفردها لغاية مسلا نعمل مسلا من دية كده تمان طبقات عشر طبقات طبعا كل ما كترنا في الطبقات كل ما تدينا توريقات اكتر توم كلهم بنفس الطريقة لغاية لما عملنا مع بعض بصوا عملت هنا تمان عشر طبقات بقول لكم عشر طبقات هغطيها بقى اخر طبقة ما بندهنها سيبدأ بنسيبها عجينة زي ما هي من غير ما ندينا احيان هغطيها بكيس بلاستيك نضيف او اغلفها باللستريتش انا كيس بلاستيك نضيف اهو يعني جديد لسه اول حاجة هفتح هحطه في العجين واحطها في التلاجة بقى لغاية لما نكمل بقيت العجين بتاعنا اخدت واحدة كمان هفردها بقى كده زي ما بيضاوي كده متاولة يعني مش مش مربعة ولا مستطيلة ولا حاجة علشان نعمل منها العيش الفينو بصوا هفردها ازاي وهبتجي اعملها رول ألفها رول كده بصوا اهي زي ما انتو شايفينها كده بصوا ليش الفينو طبعا سهل جدا وعملناها قبل كده علقونا بس بجد العجينة دي رهيبة رهيبة بجد جميلة جدا 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 هاقفله من اللجناب واقفله القفلة فتحته على بعضها كويس جدا عشان ملاقوش فتح مننا في الفرن وبردو هادهن الصينية بتاعتي اللي هعمل فيها زيت ده نبسيطة كده من الزيت وهارس فيها العيش بتاعي اهو بصوا ارغي في شكله صغير خالص لما يخمر بقى هي تضعف هعمل برضو كده كل العجينة اللي من العيش الفينو هعملها بنفس الطريقة كده كل العيش الفينو بتاعي وهعمله بنفس الطريقة هالفورول واقفله كويس جدا وهارسه بقى ايه اه في صنية او صواج مدهون زيت وهسيبه لما يخمر طبعا بغطي وش المخبوز زيت بتاعتي عشان ما تنشفش هنا خدت واحدة كورة بس كبيرة بقى مش صغيرة وبصوا الارتفاع بتاعها كان قد ايه مش مش رفيع هنا هجيب سكينة بقى وهقطحها شرايت كده زي ما انتم شايفين بصوا كده يعني الشريت كده تنين سنتي مسلا بصوا كده كلها زي ما انتم شايفين كده ده عندي استيك او عصاية الشيش عصاية الشيش طوق وعندي هنا دوت نقانق او منقول عليها نقانق او اسمها ايه اه اللي هي الصغيرة ديت هبتجي اخدها كده حطتها في عصاية الشيش وهبتجي لف عليها العجينة اللي احنا عمليها جميلة جدا جدا عملتها لولادي قبل كده حبوها قوي ممكن على فكرة نعملها بالهودج عادي خالص بصوا بناخد اخر طرف ده وبنلفه ونقفره كويس جدا عشان ميفتحش منينا فلفورة بصوا بتبع حلوة جدا لاعياد الميلاد والحفلات والحاجات اللي زي كده بتبقى جميلة جدا اه انا عملتها له ممكن بالهودج نقسمه يعني قطع صغيرة ونعمله بنفس الطريقة مش لازم نقانق يعني هبتجي لفه كده زي ما انتم شايفين اهو بصوا سهلة جدا جدا وهنتجيب القفلة بتاعتها لفها حوالين الستيك نفسه حوالين الشيش وهقفلوا عليها كويس جدا حلوة جدا 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 بصوا جميلة اني بعملنا كزا حاجة من نفس دي اللي بيحبها بيموت فيها عبد الرحمين الصغير وهو سبب اللي حصل اللي النهاردة في الفيديو دوت عبد الرحمين وده هنها زيت وعرصوهم فيها واسيبهم وغطيهم برضو واسيبهم لما يخمروا طبعا لغاية كده اليوم ماشي تمام وجميل جدا مفهوش اي حاجة لسه بقى اللي جاي هنا عندي العجينة عبتجي ابططها كده برضو نفس الحجم اللي عملنا بيه الكروسون والفينو ابططها كده واخل الارتفاحها مش خفيفة اخل الارتفاحة حلو يعنى اه زي ما انتم شايفين كده بطتهم كلهم اللي انا هعملهم بيتزة يعني وحطهم. بتيجي بقى ايه افرد كل واحدات البيتزة كده واخرمهم بالشوكل اللي قدامنا جيد عشان ما ترتفعش وتتنفخ كده هتبقى عاملة زي البلونة. هنا عندي الفريخ طلعتها خلاص بدرتها كده بالجيء. دي ده تحطيت عليه نفس التوابل اللي حطتها للفريخ. وهبتيجي هبضره كده بالجيء كله وبعد كده هنزله في المية الميتليجة زي ما نشايفين فيها قطع تلج وبعدين هطلعه تاني من المية الميتليجة على دقيق تاني وعزيت على طول. بدل حط نفل ما يرجع نفل دقيق بعزيت على طول ما ينفعش نستنى عليه خالص الزيت يكون درجة حرارته متوسطة. وننزل بالفريخ على طول الزيت يكون غزير عشان يغطي قطع الفريخ بتاعتي. زي ما انتو شايفين كده اول آآ آآ ربع ساعة وبعد كده بنهجي النار شوية وبنسيبها ايه تستوي على مهلاء. بنقلبها طبعا من الجهة دي ومن الجهة دي. هنا بقى كان النور قطع. كان خلاص المخبوزات بتاعتي خمريت هحط معلقة آآ من السكر ومعلقة من سكافيسة بريع الزوابين. او القهوة سريعة الزوابين على آآ يعني نص كباية لبن كده اوروبا كباية لبن على حسب المخبوزات اللي عندك. وهقلبهم مع بعض كويس جدا. طبعا التليفون بتاع اللي بصور به كان فاصل شاحن وانا ما عرفش كان خلاص يعني. فمن فيهش يفتح الكشفة عشان اصور بيبصوا البتزا لما طلع التحفة شكلها حلو ازاي. حطت لها طبن جادي خلاص. حطت لها صلصة طماطم برطب ملح وفلفل. ودهنتها بيه. وحطت لها بقى بعد كده الطماطم وفلفل وكده ما حطت لها حشو خلاص هو الخضار بس. وجبنا مدزرلة وجبنا رومي. وخلاص ودخلتها الفرن. ودهوت الكايزر طلع وهدي الفين وهديهين والاخر. آآ كان على فكرة يعني انا عادت كتير لغاية اما النور جيه بعد اما النور جيه بقى ايه يعني حبة كده النور قطع وجيه. وبعد كده ابتدت اكمل بقية الحاجة. بس انا دخلت البيتزا والكايزر والنور كان قطع. آآ لان هم كانوا اول حاجة عملناهم فكانوا خمرهم. وهنا بقى الفينو برضو هدهنوا كده. وهدخلوا الفرن. طبعا الفينو هنا اللي فيه اللي فيه المشكلة اللي انا بقول لكم علي يا بصوا الفينو تحسون بطت كده مش مرتفع ليه. لان انا اولا سيبته يخمر زيادة عن اللزوم. وده غلط. ما ينفعش تسيب المغبوزات تخمر زيادة عن اللزوم وما ينفعش تحطيها من غير اما تخمر كويس. فدي اول غلطة بس ديات ما كانتش غلطة ولا حاجة مقصودة. ديات قدام كنت شايزة نزل الفيديو عشان كده يعني بس انا قلت لا اوارو لكم عشان تعرفوا الاخطاء وما تقعوش فيها. الغلطة ديات كانت لان النور كان قاطع وما كانش فيه نور والتليفون كان فصل شاحنه وكانت الدنيا بايزة حتى لو اخدتوا بالكم انا مكنتش مولعة كشف الموبايل وانا بعمل اللبن البودر انا كنت ابني كان منور لي بالكشف بتاعه علشان كشف الموبايل بتاعه مكنش نافع يشتغل لان ما فيش اسيسا كان خلاص هيفصل. وفصل فعلا. زي ما انت شايفين ده عن تلفين وكده يبقى ما ينفعش نسيب المغبوزات بتاعتنا تخمر زيادة عن اللي زوم والغلطة التانية هورها. الغيلة كان النور بيقطع وبيجي بيقطع وبيجي حتى التليفون ما كانش بيلحق يشحن ديات الوحدات اللي هي معمولة بالنقونة. بصوا الارتفاحة حلوة ازي. ومش مقمرتش زيادة عن اللزوم زي التانيين ولا حاجة. بصوا جميلة ازاي. ده هنتقى برضو. واجي الفراغ بتاعتي. اللي بتاع الوش التاني. طبعا سيبيها تستوي على نار متوسطة. حلوة يعني. هنا عندي الطاصة سخنة. حطت لها زيت. وزيت سخن. رحت نزلت عليها بالكبدة على طول. واول لما اخدت صدمة نزلت عليها بالفلفل. هنا بقى كانت حصلت المشكلة. كان النور قطع. وابني عبدالرحمن جرى بسرعة جدا ووقع الستاند. وكمان وقع التليفون. والتليفون حصلت فيه مشكلة وما نفعش يصور. والتليفون يعني حالته كانت صعبة وما نفعش. فانا خدت التليفون ابني وصورت بيه بقيت الحتة. فطبعا زيلت جدا على التليفون لما بوز نسيت الفينه في الفرن. الفينه تحمص. ما بقاش يعني هو كان اسيسا خمران زيادة عن اللزم. وحطيته في الفرن. فخمر اكتر. فالدقيقة هنا حطيت ملح وفلفل للكبدة. وحطيت معلقة توم مفروم. عشان كده ما كنتش عايزة نزل الفيديو. لانه كان كله بجد مشكل حتى انا هنا حطى الاستاند مكسور طبعا. فكان عندي استاند صغير اللي هو بيتحط على المكتب ده. فحطيته هنا جنبي على الرخيمة علشان اصور الحتة لان ابني مش عارف يصور اسيسا. في يعني كان يوم صعب وكان يوم وحش جدا. النور كان عمال يقطع كل شوية. آآ بس قلت برضو كمل معكم الفيديو. وبعد كده صراحة لما كملت قلت لأ مش هنزله للفيديو ده قديم جدا. بس لما بعد كده قلت ليه ما نزلوش عشان اقول لكم الاخطاء اللي احنا بنقع فيها يعني تسوية العيش زيادة عن اللزم في الفرن. بتبوزه. وان احنا نخمره زيادة عن اللزم بيبوزه. وان احنا ما نخليش اطفال جنبنا واحنا في في المطبق لان يا ديكو شايفين ابني وقع للتليفون وبوزه. هنا عندي دي تدبيلة من اللي بنعملها للبتنجان والحاجات اللي على طول عندنا في الفليزر. حطت لها كده معلقة من الخل وتشيت بها الكبدة كده خلاص الكبدة نزلت دخلت في التسوية. وخلاص كده الكبدة بتاعتنا استاوت وتمام واجي الفراغ بتاعتنا استاوت وكل الاكل بقى خلاص. وكل المخبوزات كنت خلصتها بس من المدايقة اللي انا فيها يعني ما عملتش الكروسون سبته بقى في التلجة بعمله ايه بعدين? بعد يعني عملته يعني في اخر الليل خالص ما عملتوش في ساعتها. لاني كنت اتضيقت وخلاص. اجي الفراغ بعد ما طلعتها بصو شكلها تحفز زي ومقرمشة وطعمها كان جميل جدا. كمان انت مطمية للكبدة كده خلاص هديها تقليبة هاطفيها على طول. خلاص كده كان الاكل كله جاهز معينا يا ربي يكون روتيني النهاردة عجبكم. اه لو عجبكم الروتين مس ننسوش تعملولي لايك. بصوا بقى عايزة اوريلكم قد ايه العجينة بتاع العجينة اليابانية دي تحفى بجد بصوا هاشة وسفنجية وجميلة ازاي? تحفى بجد بجد جميلة. طبعا كل المخبوزات بتاعتنا طلعت حلوة جدا جدا حتى الكروسون لما عملتو بعدها بالليل طلع جميل جدا مع عدل فينا عشان هو الوحيد اللي انا سبته يخمر كتير وكمان اه سبته في الفرن نشف زي ما انتم شايفين كده بصوا نيشف ومش حلو ازاي حتى اللي هو بالنقانك ده كان جميل جدا والفراخ كانت حلوة قوي بجد كان كل الاكل جميل بس المشكلة في اللي حصلت في الفينو والتليفون